قومت الشيخ الحقيقة الأخ السائل يقول يسهر الكثير من الناس حتى قبيل الفجر فيتركون الإبادات وذلك هذا السهر أمام القنوات فلا ألا لكم توديد لهم حول هذا الموضوع هذه خسارة عظيم للسهر على القنوات لو لم يكن فيها إلا أن من يسهر عليها يتخلى عن صلاة الفجر ولا يستطيع أن يصلي الفجر والوسيلة إذا كانت تؤدي إلى محرم فهي محرمة فالسهر الذي يؤدي إلى ترك الصلاة هذا سهر الحرام وثانيا أن السهر على القنوات التي تأتي من هنا وهناك تحمل الشرور والفتن والإباحية وفعل الفواحش هذا يؤثر على الإنسان في دينه فيتأثر بهذه القنوات فحينئذ يفعل الفواحش ويرتكب الذنوب لأنه يتأثر بما يفعل في هذه القنوات وما يشاهده فهي تربيه تربية خبيثة وتربي أولاده ونساءه تربية خبيثة وثالثا أنها تحمل على الاختداء بهؤلاء وتقييد هؤلاء والتشمع في أفعالهم وهيئاتهم وكل هذه أمور مخرمة شريدة التحريم فالواجب على المسلم أن يخاف الله وأن يلتقي الله ولا يفتح على نفسه جمهة فساد وعلى أولاده وأهل بيت لأنهم أمانة في عمقه وهو راع عليهم قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته صاحب البيت راع في أهل بيته مسؤول عن رعيته الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نار وقولها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاه شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الواجب على المسلم أن يخلي بيته من هذه القنوات الفاسدة المفسدة وأن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي أولاده وأهل بيته وأن لا يكون قدوة سيئة لجيرانه شكرا شكرا